طيب يا رجيلك بقى انتي ليه اخترت الغطس قوليدي اما هانا يعني انتي اختارتي ولا بابا وماما وجهوكي في الاول انا فتلعب غطس قبلي ميه اللي كتبتلعب قبليك انا انا وليد اختك اه احنا ما نعرفش هنالك فأختك اللي اكبر منك كتبتلعب اه كتبتلعب غطس ولا بتلعب ايه اه غطس تمام عجبتك اللقبة بقى عيبة تشجعني بقى وكده وكده دخلت بقى تلعب غير مستقبل بقى طيب ومخفتيش من الغطس انت بتنطه يعني لا لا خالص بالعكس انا متحمسة او جدا طيب انتي بتنط خمسة متر سبعة سبعة كمان الله اكبر يعني انت عديت الخمسة كمان يعني شوية كده لقيكي بقى بتنط العشرة متر بقى ان شاء الله طيب قوليلي يعني اه اه عملت السنة دي ايه الانجاز اللي انت عملتي اقول لنا احكينا اه جبت تلاتة اول ماشاء الله اقول ليه تاتة اول في ايه احكيلي بقى مش هنعد كده عطولة يرى تلاتة جبت اول تاتة اول تلاتة متر متر ومن ثابت يعني انت جبت في التلات بطولات اللي اشتركت فيها كابتن جابت مدهب مدهب مياه يرى من لعيبة المميزين في التلات لسه كابتن طاري بيقوللي دلوقتي يعني ان شاء الله ليكي مستقبل كويس طيب اه دخلت مين اللي كان بي نفسك بقى وليابلس سموح اليابلس لعبتهم كويسية طيب انت لما جبت بقى اول ذهب جبتيها كان ارتفعت متر اول ذهب ولا كانت التلاتة ولا كانت الخمسة ولا ايه لا لا كانت متر متر بقى ثلاثة متة ثلاثة يعني اول اول افنت بتشارك بيه هو المتر كان فين المطشط دي نا تبقى في مجموعة كثيرة يعني مثلا كبتبقى مثلا في اليابلس او جزيرة او تبقى مثلا في سموحة كده طب هو كابتن عشان تاخد الدهب هي بتبقى قفزة في يوم واحد ولا بتبقى مجموعة قفزات عندها تمن نطات بتعملهم في دورها يعني كل ولد بيطلع ينط نطته وياخد نمره ودرجاته بعد كده الدور اللي بعديه تطلع تعمل النطة اللي بعديها تمن مرات تمن محاولات تمن غبصات مختلفة تمام ومجموعة اللي سكور بتاعها اللي بيديها بقى الاول التين دي بيبقى في يوم واحد يوم واحد طب هي بالنسبة لها مثلا يا را يعبت مباراة متر والتلاتة والخمسة مش فيه واحد لا متر يعني يوم وثلاثة يوم وثبت يوم كل دبقى طبعا عشان الايام دي هم تلاتة ايام ورابعة قبليها اعداد رهيب اه طبعا يعني نتكلم يوم ما هو بالزبط يعني عشرات المرات احنا مجهود تلاتة اربعة تشهر بتعصيه في مثلا بيتنفزه في يوم مش يوم هي ساعتين هي سانية هي نطة ست بحوال نطة ثانية جمع سبعة ثمان ثوان بالزبط مجهود السنة كلها في الوقت ده تبقى لي عراء لما تقفي على البصوات عشان تنتي تنطي تبقى القانة؟ في البطلات بقى القانة شوية عشان عايزة نخر النطة لكن في التامرين فقق بالحركة لما تبقى قديدة بقى القانة شوية لكن لما خلاص بقى تعودت على القانة تبكرت ان يقولك انت تلاتها هي حركات وحركات ايه بقى قوليل يعني حركة تعودة عننا عملها وعملتها وحش ده ممكن يتدايق من يجبني يتدايق لكن لو حركة لسه أمراه يشجعني. هل تزاقني؟ لا. لا يقولي. لا هو تعليمات جوه التمرين. لأنها تبقى منتبه معي. طب أمانة يرى من اللعبات اللي بتقلق ولا ما شاء الله البهجة؟ لا لا. بقرن بالولاد على طول. لا هي ما شاء الله. طب خلينا نروح للولاد هادي. انت بتلعب تحت تهات عشر قولي بقى عملت ايه السنة؟ جبت من ثابت جبت خامس. ما شاء الله. جبت من ثلاثة متحرك جبت خامس برضو. كويس برافو. وجبت من متر أول. ما شاء الله. انت المتر كنت بعدي بس انت عينك بايزة كلور ما بوزة خالص ايدي. خالص ما شاء الله يعني انت بتفتح حينك تحت الماء يعني ما فيش. مع الارتفاعات العالية مع القبز ده اكيد بيعمل لك مشاكل فعليك. طب قولي يعني انت ليه بالأصل اخترت الغطس؟ لا يعني حبتها. حبتها؟ طب انت لقى بتسباح الأول؟ لا. راح الغطس على طول. كنت بلعى الجنباز قبلها وبعدها سبت وكملت في الغطس. لا تعالي بقى هي الجنباز بوامة صح؟ طبعا. كنت بتلعى الجنباز الأول وكنت نفس الحركات بتعملها في الجنباز هي اللي بتعملها في الغطس. لا كانت مختلفة بس فأشان كده يعني ما كانتش متطابقة مع الدايفن. فأنا أصلا كنت اداخل الجنباز عشان الدايفن. سبته عشان كانت حاجاته ومش متطابقة مع الدايفن. طيب قولي انت لما بتوقف على الستاند وخلاص هتنط النطة ومفتيح حكام قاعدين وبصين عليه بتاقي لا ولا زيارة كده مفيش ألأ؟ لا في أول نطة لما بعملها كويس بابدأ بعد ان الألأ يخف خالص وانا خلاص ان انا عملتها كويسة فانا خلاص الألأ راح خالص. فعلا طب حد من أخوتك بلعب غطس؟ كانت أختي كبيرة أكبر واحدة. كانت اسمها مريم كانت بتلعب ووقفت لغاية متميز وبعدها ووقفت خالص. سيد رؤيت طبعا بتلعب باليه؟ باليه؟ بس طبعا بتلعب باليه والجنباز والغطس كله بيأخديهم من بعض فيهم روح كبيرة جدا. طيب ايه أكتر حاجة بتحبها في الغطس؟ ايه اللي بيخليك راح التمين مبسوط؟ ايه ما انتشال شانتتك كده ورايح. ايه اللي بيحببك في الغطس؟ ايه اللي بيحببك في الغطس؟ انا بطلع زهقي لانا ببقى زهقان في البيت فيعني لانا جربت لانا لما بريح بحس بزهق في البيت. ويعني الغطس بيخليني لوقت تقطك وانت بقى مبسوط. بدل معوت في البيت اجري وعمل شقلوزات في عود اجري. مكسر في الحاجة بتلعب باليستيشن. انت هنا بقى بتروح. طب خلينا نشوف برضو يا عمر. عمر ايه بقى قولي عملت ايه السنة دي؟ طيبت رابعة من 1 متر. لا عني صوتك عمر عايز اسمعها اسد في الستوديو. طيبت رابعة من 1 متر. برافو. وجبت اول من على السبع متر. اول في 7 متر. 7 متر على طول ما شاء الله. يمكن يارا وعمر بينطه 7 متر. وهد. وكمان بينطه 7 متر. ما شاء الله الله. هو البرد الثابت متر 5 و7 و10. بس ال13 سنة بينطه 7 متر. مع الله اكبر. يعني انا شاف برضو حتى 7 دي برضو يعني. يعني مش قليلين من نط 7 متر ده كتير اوي. طيب قولي. ليه 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 الغطس. ليه اخترت الغطس. عشان اخوي كان بيتمرن الغطس فكنت نفس اجرب يعني. اخوك اكبر منك بكتير. اه. فاكر اول مرة حاولت تنط. فاكرها. اه. فكان عندك كم سنة. يعني كنت خارج من السباحة فكنت عقب. لا استنى انت كنت تلعب سباح. انت غير هادي. هادي كان بلعب جنباز. انت كنت تلعب سباح. بلعب سباح وجنباز. الاتنين. فكنت خارج من التمرين وبعدين. انت خارج من التمرين فاشفت اخوي فكنت عايزة اجربة نط زيه يعني. فين بقى اكون فيديت نصر ولا في الجزيرة. في مديت نصر. مديت نصر. ويفت على بمتر ونطيت. اه. عجبتك القصة. طيب. قولي بقى. بدأت تتمرن كفاكرة عندك كم سنة. بست سنين. بست سنين. بست سنين. طيب برضو نفس السؤال يارا ونفس السؤال اللي سألته الهادي. ليه بتحب الغطس. عادي يعني عشان بكون عايزة انزل المية وعايزة نط يعني. طب في الشتة ايه الوضع. تلاجة. عادي يعني. تلحتمين في الشتة. الساعة كامل. عادي يعني في اي وقت. الصبح بدري بتروح عادي. ما بتدوش على المدرسة وروح بدري بتعب بتروح عادي بتتمر. عادي. طب.